وش فيك يا كاسترو وش فيك تلك انت تدرب النصر انت تدرب فريق انه ينافس على كل البطولات ايش اللي انهزامية هذي ايش اللي انهزامية هذي قدامك مباراة مصيرية ضد العين وجه رسالة يا عبد الرحمة ألم تعلم يا كاسترو ان نادي النصر اول نادي عالمي في قارة اسيا نصر الشموخ نصر العز كيف تتكلم عنه بهذه الطريقة وفي هذا التوقيت الحاسم النصر اكبر منك يا كاسترو يا كاسترو انتش للفريق قدامك مباراة مصيرية الله يهديك اين القيادية يا كاسترو اين القيادية يا كاسترو نطلع على الهلال محطم الارقام القياسية من يوقف الهلال ابعت الهلال اغنية اعطا شخبط شخبيط لخبط لخبيط وش تكسط فيها يا عبد الرحمة تذكر الفترة الماضية الجسوس الان جاء وشخبط شخبيط لخبط لخبيط يا ختم على الدوري وشخبط شخبط ولخبط وعادل الرقم القياس قال جيبوا موسوعة قينتس خلاص الهلال وانوصلنا الهلال الهلال اعتنى التاريخ وصار فوق التاريخ ماذا عن نادي الاتحاد؟ والاتحاد يا الاتحاد يا الاتحاد ماذا الوضع؟ ماذا الوضع؟ إصابات 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 أنا أتمنى انه يجي شخص متخصص يجبه من أي دولة عالمية يحقق يحقق في الوضع لي يستيقص يجري في الجهر نبي نتكلم ونفصل بس قبل نبدأ يا عاصم الاشتراك واللايك ويكتب أي شيء تبدي عليك وشير الحلقة لكل المهتمين في أفضل برنامج رياضي في الوسط الرياضي وأفضل محلل عاصم الرميل بيبي تسلم بسم الله بسم الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله وأوقاتكم جميعا وأهلا وسهلا يا عبد الرحمن نحي الله عاصم حيك الله يا عبد الرحمن أول شيء نعتدل المرة الماضية يعني في بعض الظروف بعض اللي يعني روحها منا وروحها منا وخيرا يا عاصم لأنه نجمع المباريات سوا صح لكن ماذا عن الجولة الثالثة والعشرين الثالثة والعشرين فأنك تقول انتهى الدوري والله يتبي الصدق بس يزعلون علينا النصراوية والاتحادية والأهلاوية هناك نقطة يعني الهلال خلاص كأن الدور يقول أنا بالهلال يعني ما أدري يعني شكل جيسوس هذا خرب الدوري لأنا كأننا بنتابع المباريات التحصيل حاصل يعني جيسوس كأنه يقول خلاص أنا ريحتكم اللاعبين أعطيتكم ليتابون ركزولي على الأسيوية وحضرولي للكاس الملك يا سلام كلام جميل طيب النصر وشو إشكاد اللي يصير النصر أنت لا تفتح الجروح يا عاصم للنصراو يا أخي بيدخل مبارا مصيرية وكأنه يعني ذهنيا محطم شوف خسارة وتصريح كاسترو الظروف الظروف ما نختلف عليها النصر صابت الظروف صح تمام ولكن وين دور المدلب يعني أنا بسألك سؤال بالله بسألك سؤال يا عاصم تفضل يا عبد الرحمن مرات يلعب لجامي مرات يلعب الفتير مرات يلعب العمري يعني في هذه المباراة أنت لما تخلي اثنين يتناغبون أنهم يفهمون بعض تشرك لاعب ثالث وتخلي لاعب دك هذا بجاوب عليها يعني الوضع غريب لا تقول للمدلب ما له علاقة الظروف أكيد أن المدلب له بصمة عليتي أخذ نتيجة إيجابية والشي المبشر يا عاصم في الاتحاد شبابه لما تتكلم عن الغامد موسى الغامد وتتكلم عن اللاعب أحمد الغامد صراحة قاعدين وين المحترفين وين المحترفين يصدق الموسى قلب الدفاع و damn all had وأيضا الغامد يا أحمد الغامد وفيصل الغامد فعلا لكن يا عاصم كأنهم يقولون وين المحترفين الشباب ذولي الواعدين قاعدين يشيرون ن attitudes الأحك PR ركيب الاتحاد مالعم في محترفين الأحجازي وحمد الله الآن كان فترة حالية ولكن واضح أن المباراة الجائح مطحنة الهلاو والاتحاد الهلاو ريح لاعبيه والاتحاد ريح لاعبيه وجمهور الاتحاد اللاعب رقم واحد بنادي الاتحاد الجائح وإن شاء الله بإذن الله نبدأ بسم الله نبدأ ونقول مباراة النصر والرايد والصدمة خلنا نقول تكاثرت الصدمات على جمهور نادي النصح ولكن هذه المباراة يعني العنوان الرئيسي والآن أشوف وأنا قاعد أتابع السوشال ميديا أغلب النصراوية شانين حملة على كاسترو فما بين مؤيد ومعارب ناس تقول نبغى كاسترو خلاص حنا الموسم شارف على الانتهاء وفي ناس تقول لا فتحسوا أن الوضع محير ما بين الكفتين طيب لما نتكلم عن مباراة النصر اليوم وشفنا التشكيلة قبل شوي قلت أنا يا عاصم الدفاع الدفاع في نادي النصر محير كل يوم اسم تمام تفتأل سؤال هذا مع ليس عبد الرحمن أنه كل يوم اسم وكل يوم ما تدري من اللي يلعب تنبلابورت صح؟ مدرب الرائد يستغل الانهزامية والشكوك حول النفس عند كاسترو أنه مدرب الرائد يغير الرسم الفني ويضع أربع لاعبين فتاكين في الثلثة الهجومي أوه يعني الرائد ضد الأهلي يلعب الخمسة ثلاثة اثنين ضد النصر الأربع اثنين ثلاثة واحد لكن أربع اثنين ثلاثة واحد ما هي العناصر؟ أو الأربع اربع اثنين خلنا نقول مثلا هي تتشكل على حسب وضعية المباراة فوزير سعيود البركاوي تفريس تفريسه اللي كان دائما في الدكة أنه حال ثاني لكن هو مطمع أنك تلعب ضد هذا الانهزامية في خط الدفاع وعدم التنظيم ككتلة واحدة في النصر شوف يا عاصم لما نتكلم عن هدف الرائد الأول والثاني وين الخلل يا عاصم؟ أنه الهدف الأول ضرب جهة بوشل تمام؟ هذه نقطة الضعفة تكلمنا عنها كثيرا ممتاز الهدف الثاني الكرة العرضية على جهة بوشل وما فيه لاعب ممتاز هدف الرايد الثالث ركنية تخيل أنا قاعد أتابع ركنية معقول يعني يلعب باس أرضي في منتصف منطقة الجزاء وما فيه رقابة ويسجل للاعب الرايد قلت عليك الانهزامية والشكوك حول الذات وبسببها ترى النصر هل يمتلك أفضل لاعبين كرضاعي خط دفاع أفراد ما يملك بس أنت لازم أنك تقلل النقاط الضعف لدى الأفراد وتطلع النقاط القوة صحيح ترى مشكلة النصر لما تقول الدفاع في كرة القدم الدفاع مو هذا والله العظيم مو هذا المشكلة الناس ستتكلم أنه الدفاع هذا في استوديوهات تحليلية ترى أنا أنا معليش مقهور من الوسط الرياضي لا لا أخذ راحتك مساحتك حالس مقهور أنا أنه في الوسط الرياضي يقول لك الدفاع هذولا يا أخي غلط يا أخي منطق كرة القدم هذا كل هذا الدفاع كل هذا الدفاع بس أنت مركز لي على مهاجم كيف مهاجم يكون مدافع طيب مو مرات المدافع يسجل لك هذا طيب مو مهاجم صحيح يا أخي كرة القدم تعتمد أنه الهجوم 11 لاعب والدفاع 11 لاعب يعني أنت لما تتكلم عن دفاع وتعمق الدائرة هذا خط الدفاع لكن أنت لما تخسر الكورة هنا الفريق كله دافع يعني أنت خسرت الكورة هنا تخيل الناصر خسروا الكورة هنا تمام أنت كريستيانو أنت مدافع أنت الآن تغير توظيفتك مدافع تدافع عن مرماك أنت خط الدفاع الأول يا أخي الكورة شبهها بالجيش جيش جيش شلون الحين مو الجيش الخط الأول هو اللي يهاجم مثلا صح طيب أنت ممكن أنك تر العدوك يهاجم طيب مو خط الدفاع الأول هو اللي في الخط الأمام أكيد هي نفس العملية تراكورة القدع الناصر مو مشكلته هنا المناصر مشكلته كل المجموعة كاملة شوف أتحدى أنا معلش لأنه صراحة في ناس كثير 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 تسألني يعني يجون لمي بالخاص في السناب شاد تيك توك ترسلي على رقمي منصة تيكس منصة تيكس وش مشكلة الدفاع النصر أنا أتمنى هذا المقطع إن شاء الله بإذن الله أنه يصل لأكبر عدد من المهتمين أني أنا أشخص لك مشكلة النصر عبد الرحمن أي هدف يدخل مرمى النصر شوف أي هدف يدخل مرمى النصر مو مشكلة الخط كامل عد لما يخسر النصر الكورة في أي أرجال ملعب تكلم هنا أو هنا أو هنا أو هنا أو هنا عد أي مكان عد أول خمس ثواني واحد اثنين ثلاث أربع خمس أول خمس ثواني هي النقطة الفاصلة في مصير نادي النصر أول خمس ثواني بعد انقطاع الكورة من نادي النصر هي مصير نادي النصر وضح لي خالنا نتكلم هدف الرائد الأول خسارة الكورة هنا صح؟ صحيح تفريس لعب على آلف تيل وأخذ الكورة ورجعها لللاعب ولعب الكورة العرضية وسجل صح؟ صح هذه عد خمس ثواني لا وقوف آلف تيل ممتاز لا الضغط العكسي من اللاعبين ممتاز لا إغلاق مسارات التمرين ممتاز لا الرقابة الواحد ضد واحد ممتازة يعني كل العملية صح الخمس ثواني الكارثية في النصر هذي من كل أرجاء الملعب ترى مو معنى أنه الدفاع أني أراقب اللاعب ولا أجري معاه ولا أني أروحها عارقة للهجمة لا لا يخيح الحالة الدفاعية فيها أشياء كثيرة فيها أغلاق مسار تمرين أنك تغلق مسار التمرين للزميلة اللي معاه الكورة الآن أو أنك تضغط تحدد منطقة الافتكاك من وين بتفتكها وتحدد من اللاعب اللي مطالب أنه يضغط وتحدد من اللاعب اللي يتحرك في المساحة عشان اللي يتحرك في المساحة كيف أنا أقطع النصر كل هادئ الخمسة تواني النصر كل أرجال ملعب ممتاز بس أول خمسة تواني لما يخسر كرة كانت تدري وش حل نادي النصر يعني أبسط الحلول أن المدرب بدل ما يعطي كل لاعب تعليمات يعطي التعليمات بشكل عام علشان اللاعب يفهم دوره ودور زميلة هذه السلام هذه تبغالها عملية صعبة يا عبد الرحمن لأنه شف أهم شيء بكرة القدم الاستيعاب التكتيكي لا تجي يا عاصم وتقول لي لاعب عالمي ما لاعب عالمي يعني لازم أنت كنادي تجيب احتياجك وتجيب اللاعب اللي يستوعب تكتيكيا أكيد أنك تستوعب تكتيكيا المدرب وظيفته إيش يشغل أدوات يرفع أفضل عنده نقاط ضعف أكبحها وأرفع عندي نقاط قوته أجيب شكل يناشف كل هالمجموعة هذه في النصر كشف نقاط ضعف اللاعبين وهو ما اعتمد على نقاط قوتهم أنه يحررهم من ميزة كاسترو من المدربين اللي عندهم هذه الميزة أنه يحرر اللاعب فرديا يعطي مساحته أنه يتحرر فرديا هذه ما ينظر المسألة من ببسيطة بس أنه نقول أنه الخمس ثواني تذكر قاعدة الخمس ثواني عند النصر الكارثية طيب أنت تقول يحرر اللاعبين طيب هل هذه تناسب النصر ولا لا أنه أعطي اللاعب الحرية تناسب النصر في الفترة اللي كان النصر فيه أسلوب من المدرب وفيه تحرر كان النصر يضرب طيب عاصم بسألك سؤال من متى حسيت أنه نادي النصر فقد هويت وشاكله مباراة الشباب الشباب طب سؤال هل تحس أنه اللاعب فوفانا أثر على الوسط لا ما بقى ما بقى قضية أدوات هي قضية مدرب لأنه بعض الجماعير وين فوفانا يا أخي نستغلين عن فوفانا قضية قضية مدرب وأيضا أنت وضعت آلفتين يعني خلنا نرجع للأفراد الآن هو يحشب أنه يغير اللاعب ويجيب لاعب ثاني بيحدث صدمة في الدفاع ممكن أنه يضبط يا أخي آلفتين موش مفصلة له المباراة أصلا أسوأ لاعب في المباراة موش مفصلة أصلا نمرضا نكتشرك إلى جامل جامل أبورت يعني عاطفا على الظروف وتشفى المدرب الرأي مره من المرات فصلت عليه قلت يا أخي غثيتني يا عبد الرحمن ونتكلم عن خضي فعن هذه النصر أنه كل يوم يسم ايوه هذه مشكلة يعني خلنا نقول مو مشكلة النصر هنا مشكلة النصر في أول خمس ثواني بس هذه من ضمن المشاكل من ضمن المشاكل النصر يحتاج إلى الثباتية بس راح لك هذه القضية الخمس ثواني تخيلوا النصر الآن منتشر النصر ممتاز في الانتشار ممتاز في مدورة الكرة من طرف إلى طرف ممتاز في التدرم ممتاز في كل شيء إلا هالخمس ثواني اللي مخربة هو وضع النصر كامل بس طبعا النصر يقل مثلا آخرا المباراة يقل في الانتشار يقل في يعني خلنا نقول في التدرج يعني بدأت تقل عنده بس أنه أول خمس ثواني هذه كارثية في النصر من زمان طب عاصم بعض الناس يقول يا أخي والله يا حنا ظلمنا يا أخي لا تتكلم على كاسترو ليش والله يا أخي ظلمنا الظروف ضد الظروف ضد أكيد نحن ما نقول نعم من العوامل لكن عنده جانب أنه مقصر فيه هذه اللي أنا أقول تخيل أن النصر الآن خسر الكرة هنا طبعا الرائد أربعة أربعة أثنين وطبعا تفريس والبركاوي يقدم مباراة كبيرة في احتواء خلنا نقول تدرج نادي النصر في الهجمة طيب تخيل أن النصر خسر الكرة هنا النصر خسر الكرة هنا تمام تمام يعني النصر لما يخسر الكرة هنا أنت الآن تحول كل مهام اللاعبين من قضية مهاجم إلى قضية مدافع صحيح تمام لأنه أنت تتجسد في حول الجسد الواحد كالقافري تمام لا أنت شارك جيد في الارتداد تمام ولا بغضك ممتاز على الجهة اللي خسرت فيها الكرة من كل اللاعبين يعني حتى هذا اللاعب اللي بره الحالة أفرض يضيق شوي لازم أنك تضيق تحاول أنك تضيق المساعة وتحصل على الفريق الآخر وحتى يعاصم أو أنك تتراجع مع اللاعب المنطلق إذا كان فيه لعب منطلق ومن اللاعب الخصم وحتى تكسير التمريرات ما هي موجودة فهمت يعني حتى مثلا عبدالله الخيبري هو قائد مثلا عمية الضغط عبدالله الخيبري لما نقول ممتاز في الافتكات بس عنده مشكلة في الوقت الوقت عنده مشكلة لما نقول عنده مشكلة في الوقت هو جيد ممتاز بس عندنا نتعلم قارن عبدالله الخيبري بروب النفس خيبري ممكنه أفضل كقطع كروت في التاكلين بس ما عنده الوقت المتوقف في الوقت نفس أنت تحتاج الوقت متى أنا أقضع الكورة متى أنا أرجع متى أوجه زميلي متى أقول اللعب اضغط أنت اللي اضغط مو أنا يا أخي هات شوف خلنا من هذا الهدف شوفها الهدف الثاني للرائد خلينا ترى الحلقة العالة الدفاعية لا ترى عاصم الحلقة ذي أنا أشوفها فضفلة جماهيل نادي النصر تحتاج فضفلة الحلقة نتكلم عن مشاكل دفاع النصر بس لأنها هي القضية الهدف اللي يسجلوا الرايد الثاني شوف لابورت طلع قدام عشان يضغط على كامل كور وكي هذه جيدة أعمالها بس ما هي حالة الفريق في المساحة اللي طلع فيها لابورت وين اللي يغطي إيه مو مسألة حلوة القلم جميل وين اللي يغطي خلنا نقول كده وين اللي يغطي تمام أنت الآن قررت أنك تروح تضغط على حامل الكورة ممتاز طيب لأنه في قصور في هذا المربع في الضغط على حامل الكورة الريد حقوي شفت الحالة أول خمس كرة أول خمس تواني هي قضية النصر يعني أتحدى أنا شخص أتحدى أي محلل رياضي يقولها الكلام كلامك والله مربوط بالمنطق يعني شوف شوف لابورت يعني أنت نفرد توقف على خط طلعت أنت هنا مساحة كبيرة وطرابها الراية تسجل يعني أنت تقول أنه القضية المشكلة في بوشل مو بوشل القضية هنا أترك الهدف الأول والثاني روح للهدف الثالث الهدف الثالث كرة ركنية ألعب تمريرة تمام كأنها ضربت جزاء في منتصف ضربت منطقة الجزاء ويسجل طيب لا رقابة ولا شيء هذه ذهنية ولما نقول أنت في الركنية بس خط الدفاع بس نواف بوشل والألف تيل ولا بورت وتيلس هم اللي دافعون في الركنية أولا كل الفريق لا كل الفريق خلاص وين مهام كل اللاعب يتدري إن كريستيانو يعطى مهامة الدفاعية كريستيانو ووقفت وقت الركنية أنت ما توقف مع مين صح فهمت يا أخي أتمنى الناس تفهم حالة الدفاع في كرة القدم للأسف الحالة الهجومية كلين يفهمها ما شاء الله كلين يفهمها إلا الحالة 10% من الشعب في العالم لا يفهم الحالة الدفاعية الحالة الدفاعية تبدأ من الهجوم تبدأ من كل الفريق من كريستيانو من كريستيانو إلى اللاعب لابورت أو اللاعب الفتير يعني معقولة كريستيانو يعني تسأله ما تبيتدافع عن مرماك بيقول إلا فهذه صراحة قضية النصر أنا شرحتها لك إن شاء الله بعد هذه الحلقة ما حد يسألني وش مشكلة نادي النصر أو وش التشخص طيب عاصم خلنا نتكلم الآن تكلمنا عن الوضع الدفاعي طيب الوضع الهجوم من نادي النصر في هذه المباراة هل النصر افتقد لللاعب تنسكان لللاعب لا إله إلا الله مين وتافيو وتافيو النصر تأسلوب تدرج خلنا نقول الأساليب الهجومية اللي كل يعرفها النصر قلت حدته في أساليب ولكن هي موجودة النصر يتدرج بشكل ممتاز النصر يطلع بالكرات العرضية بشكل ممتاز النصر بالزيادة العددية لبروزوفيتش ممتاز النصر يعني يضيع فرص صراحة خلنا نقول كثيرا يعني النصر يقدر يوصل المرمى المنافس بس يا عاصم ما في تحركات بين الخطوط ما في فتح مسارات تمرير يعني شفنا كل كور النصر الهجومية يا من كرات ثابتة يا من عرضيات يا من تسديدة هذه اللي قلت لك موجودة بس مش حادة الأساليب موجودة بش مس حادة وأيضا الحمل الكبير أنه حت المدرب كاسرو لعب بمثلث مقلوب أولا المباراة أنه سامي النجعي محور ثالث ثم رجعنا قضية كاسرو اللي قلتها قابل من محطات البناء ومن اللاعب اللي يلعب خلف المهاجم ثم راح ورجع سامي النجعي يكون خلف المهاجم ثم بعدين دخل غريب فهمت فكاسرو يتحمل جزء أكبر اللي يحدث في النصر يتحمل خصوصا يا عاصم بعيدا عن كل شي هذه المباراة قبل مباراة مصيرية وحاسمة قدام العين يعني يخلنا أنه هل كاسرو قادر على إخفاء هذه موقع تضع يعني يترك الأمور الفنية والأمور اللي تخص المدرب والتكتيكية العامل الدهني يعني هذه المباراة يعني فيه يعني دافع معنوي سيء للنادي أنه يقابل نادي العين صح حكي أنا معك فكان الله في عون نادي النصر وإن شاء الله أنه يشرفنا قدام العين بإذن الله اللي بعده حنا والله فصلنا كثير بالنصر لأنه فيه مشكلة عن النصر فأنت لازم المشكلة هي اللي تجلقى حل طيب الهلال والرياض الرياض والهلال عنوال الرقم القياسي للهلال صراحة الشوط الأول يا عاصم الآن فيه مثل مشهور يقول لا أهل مكة أدربي شعاب أنا يوم شفت نادي الرياض إسمع أقول نادي الرياض هو اللي بوقف الهلال فنادي الرياض أدرب شعابه وأدرب أنديته فلكن صراحة التبديلات اللي قام فيها جسوس وصراحة أنا أشوف اللاعب رب النفذ هو القلب النابض لنادي الهلال لا في كشف الملعب لا في الكرات الطويلة ولا في التحركات لا في أنه يلعب كلاعب لفرو يتوسط قلوب الدفاع فصراحة نفذ كلام جميل أفضل صفقتين للهلال خلنا نتكلم عنك قبل المباراة الهلال والرياض هي على المباراة صعبة ليش أنت فعلا على محك الرقم القياسي وإجهاد وخلنا نقول مهاجمك في حالة شك مترو فتش يمر وفي حالة شك كيف حالة شك؟ حالة شك كانت تشوفه يضيع كثير يعني من تراكمات سابقة هذه تمر في طوال الموسم أربع مباراة قمس مباراة رب مستوى ثم يعني أرجع حتى ركلة الجزاء ركلة الجزاء لما ضيعها تحس أنه زاد من الشك في نفسه أي بس صراحة هذا تعلق من الحارس لما نقول رب النش أفضل صفقتين في نادي الهلال طبعا كلها صفقات ممتازة وفادة الفريق لكن أنا بوجهة نظري أفضل صفقتين لنادي الهلال هم رب النفس ومالكم السبب يقوم 17 ألف دور في الملعب يعني فعلا لاعبين لما تقول أنه لاعب يأخذ مجهود كبير يعني عليه أحمال كبيرة سافت قالنا أن التلم سافت سافت يقوم بأدوار الزيادة والتسجيل والتحضين وأنه يلعب كمحطة مع مترو يطلع وينزل ويستلم ويدرج بالكورة أوكي لكن ماذا عن رب النفس داحظ أنه رب النفس أنت قلتها أنه رب النفس عدت تحس أنه القلب النابض صحي أدوار كبيرة في الملعب يعني مو دور ولا دورين ثلاث أربع عدت إلى عشرين ألف دور مالكم اثنين أنا أشوفهم يعني مالكم ونفذ أفضل صدقتين في نادي الهلال آت تصدق يا عاصم لما كانت المباراة على وشك النهاية قلت في نفسي يا أخي مالكم اليوم وينه إلا اللاعب ينطلق ويكسب ضربة جزاء ويسجل نادي الهلال هزف الثالث اللي دائما أنت لحين لما تقول هذول ما يضعون بصمات طوحين بالمباراة صح صح لبالي يعمل لك لقطة فيأخذون المده هذول أقل الاثنين دائما اللاعب اللي أدواره كثيرة في الملعب تراه ما تشوفه أنت يقوم بلقطات يعني آخر فترة أنت تشوفه رب النفذ معلهم من جماعة يقوم بأدوار كبيرة في الملعب من بعد تحشن هذا الهلال وأنا صراحة يعاصم أي كلام كرة القدم كرة جماعية ما هي كرة التنس فالجماعية مهمة بكرة القدم لما يكون عندك لاعب جماعي أكثر من كونه فردي يفيد الفريق أكثر أكيد خلنا نتكلم عن المباراة ولماذا الهلال يقدم شوت أول مو سيئ بس أنه الهلال يستقبل هجمات كثيرة من الارتداد طيب لما نتكلم عن تشكيلة نادي هلال في هذه المباراة جيسوس قال بريح اللاعبين صراحة الهلال عنده جهد بدني لما نتكلم ثباتية بالتشكيلة في هذه المباراة اللاعب كنو مع اللاعب سلمان صح والهلال افتقد للاعب صراحة كان يعول عليه متروفيتش اللاعب سالم الدوسري صح وأيضا افتقد في هذه المباراة في الشوت الأول اللاعب نفز اللي شفنا دخوله وكيف غير من المباراة أنا شكيلتك قبل إنه لو يغيب أي عنصر في نادي الهلال الهلال ما يكون حاد في الأسلوب صح هذا اللي شفت ما شفت أي مباراة يقوم الليلة بتدوير أو إنه في الأسيوية قل رتمه وحدته بسبب هذه العناصر هي اللي قادرة أنها تكتسح كل الخصوص في الشوت الأول أنا نتكلم وشي عن الشوت الأول شفنا مداورة كثيرة للكرة هل السبب وجود سلمان الفرج لا إنه ما يخدم أسلوب جيسوس في الحدة في الضغط العالي في إنه خلاص الكرة ما تقعد معاي أكثر من ثلاث ثواني وألعب صاحبي ولا مو قضية مداورة قد إنها أنا دي الرياض أجبر إنه هو اللي يفرض أسلوبه الشوط الأول الرياض فرض أسلوبه على الهلال تمام لما نقول لودي فاتح عرض الملعب وميشيل هم اللي فاتحين عرض الملعب في المباراة متروفيش الحمدان مالكم مضيق كثير هو على الورق درح بس مضيق كثير مع سلمان تمام سعود عبد الحميد كليبالي علي البليهي محمد كنو سابقا من اللي يتوسط قلوب دفاعنا دي الهلال نفذ نفذ سواء إنه يتوسطهم أو إنه يصير الثالث صحي ميل ايه أهم شيء إنه ثلاثي في الخلف سواء يا كليبالي أو إنه هنا روب النفذ تمام الدور الجديد إنه اللي الثالث يا سعود يا كنو يا سعود يا كنو لما أقول ميزة روب النفذ الوقت والتنظيم هالثلاثي لجم لهم قاعد لأنه هذا الثلاثي يبيدو مصير مصير الكرة المرتدة خصوصا إنه الهلال يرفع خطوطه ايه يعني لما تلاحظ أنه الرياب الرياب خماسي ثلاث وأربعة واحد في كل كرة ترتداد واحد وثلاثة ويكشب على الثلاثة وش اللي يعني معليش خلنا نقول فيه مبدأ يقول لك الكثرة تغلب الشجاعة صح الشجاعة غلبت الكثرة هنا واحد على ثلاث وكل ملقطة السبب ما فيه تنظيم وين قاعد التنظيم للثلاثي هو اللي يقود في الدكة ربع النفذ ربع النفذ لاحظ في كل مباراة بأبي شخص إذا يبغي يسأل ليش ربع النفذ أفضل صفقة لنادي الهلال مع مالكم تجيب بزء كاميرا يمكن فيه بعض المواقع تطلع لك تحركات اللاعب تجيب لقية تحركات اللاعب مرات يطلع من هذا الثلاثي ويتقدم فيصير ثنائي ومرات يقدر حاله ويرجع بين صح ومرات لا يقول الكلبال يرجع وانا اروح هنا صح ترخولي قودها هذه تطلع بذكاء وقت يا أخي هذه مرهقة مرهقة يعني لما أقول لك دور كم ذكرت لك دورة الآن والله يعد وغلاط أيوه هذه مرهقة ذهنية حتى يا عاصم الشوت الأول شفنا الكرات الطويلة لما شوف الكرات الطويلة لنادي الهلال يا من البليهي يا من كليبالي يا سلام عليك هذا دور روب النفذ صح تحريك اللعب من جهة إلى جهة يعني لما نقول أنه روب النفذ الآن هو لاعب يعني لما نقول اسلوب جيسوس لا تطول الكرة معك صح أكيد اضربها لي بالمساحة مساحة يمين يسار من اللي يسرعها لي أنا أكسر كل هذه الخطوط بالكرة الطويلة شوف باختصار اللي يسرع الكرات الطويلة واني أنقل العملية من الدفاعية الهجومية روب النفذ اللي يسرع لعيبة الهلال بتحركاته مالكم هذه باختصار ممتاز يعني وهذه النظرة جميلة منك عبد الرحمن بس القضية في الشوطة الأول مرة تحصل مالكم مرة تحصل سعود عبد الحميد مع الثلاثة ليش؟ عشان يقاف المرتدة ترى جسوس داري بس أنه يحاول أنه أنا بقى حط سعود عبد الحميد مع الثلاثة عشان يوقف الارتداد الرياض لأن الرياض متراجع بأمتار ضيقة كثير في مشوعة كبيرة جدا 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 هنا مقمع صح ولا لا؟ أكيد اللعب ينطلق ينطلق بشكل عشوائي ووضع سعود كثالث عشان يوقف الارتداد لأنه سريع من قضية شرعة هي قضية تنظيم تمام؟ مرات في المباراة يصعد سعود ويرجع كنه هذا الثلاثة أيضا ما تنجح حتى يا عاصم هذه المباراة يعني دلت على التناغم اللي كان ما بين اللاعب ميشيل وسعود عبد الحميد لما شفنا هدف نادي الرياض كان من جهة سعود عبد الحميد يعني سعود عبد الحميد مين كان معاه؟ طبعا ميشيل كان الميل عطره في الأيسر فواضح واضح أن سعود عبد الحميد افتقد لللاعب اللي يوقف على الخط قصتك أنت ما فهمت قصتك بالسؤال على البلايه اللي قالها لا 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 اي صحيح صحيح ما عليش عن شكلك مصطف لكن شفنا تهديد كثير من جهة سعود عبد الحميد يعني واضح أن سعود عبد الحميد كان متناغم مع ميشيل هو القضية في المباراة توظيف في كثير من اللاعبين تغير توظيفهم لأن المداورة تغير توظيفه كجل اللاعبين ومباراة أفضل لاعب ما تلوى في الهلال الحمدان يرجع ويستلم عشان يفك التكتل يبغى يسحب واحد ثم يرجع ويتقدم فالهلال قادر أنه على الأقل يبغى ممكن يقدر يسجل بهذا التشكيل بس هلأ أنت بتحافظ على المرمى طيب كيف الهلال احتوى خصوصا خلنا نقول كيف احتوى اليوم في المباراة جهة سالم الدوسري ما يعني ما هي بالقضية أنه كيف احتوى ولا ما احتوى القضية القضية هي كلها كيف أنا أحافظ على المرمى أو هذا جهاج جسوس في الشوط الأول هو يوصل بدون اللاعبين اللي قلنا يوصل بس كانت القضية في التنظيم اللي من أساس رب النفذ اللي لو ما دخل له في الشوط الثاني ممكن أن الهلال يسجل والهلال حصل على ركلة جسافة الشوط حول بس الهلال يضرب بشكل شنيع من اللاعب واحد سواء هو أو اللاعب رقم 11 ومو سولى اللاعب القائد الرياض كان يلعب كجنح أيمن الشوط الثاني هل الهلال استقبل من هذه الجمال لا التنظيم عند رب النفذ القدرة عند رب النفذ يخي شوف لقطة رب النفذ مرة تحصل هنا مرة تحصل قدرة الذكائية عند اللاعب بس الشوط الأول تقول افتقدنا السالم افتقدنا النفذ وسافتش صح الشوط الثاني لما دخل هذا اللاعب بغض النظر عنده سافتش هذا اللاعب بس أعطى توازن للفريق وشفنا الهلال الماضي قبل هذه المباراة في لقطة الهدف الأول تحصل سافتش هنا وفي الهدف الثاني هنا وهذه القضية نادي الرياض نادي مر مصاعد يعني حين أنا أعلك سؤال أنت قاعد تشوف الملعب صح المساحات أترك اللاعبين الحمر وين المساحات الآن لما فريق يضغط خطوط مساحات وين هنا بس هذه المساحات موجودة صح تمام تحاول تسوي شفت هنا ثم لعب ينقلها للطرف الأخ بسرعة نفس مش يسجل علامة التسلل لكن شف كشف نفذ للرؤية كيف اصطاد ميشيل بها الطريقة واني ما أخلي لعب تسلل يا سلام وفي ناش يقول سالم سلمان ممكن يقوم بالدور عنده اللمش الحريري والكورة بس سلمان مو دفاعي الممتاز يقف مع الثلاثي فهمت يعني نوب النفذ هنا وهنا وهنا أدوار كبيرة هذه الحلقة النصر قلنا الحالة الدفاعية هذه الحلقة أدوار بالنفش في الملعب وكيف أثرت على الهلاف الشوط الأول مالكم لما نرجع لنقول مالكم ليش أفضل صفقة أنا قلتها ويش قلت ليش مالكم أفضل مالكم تحس أنه يسرع اللاعبين يسرع اللاعبين يفتح مشارات تمرير يحرر كل اللي تثثج يحرر بسبب حركية وهنا وهنا ويسند ويطلع ويطلع مع المهاجم أحيانا عاصم لما خلنا نقول في كورات كثيرة يفاجئنا سفج فيها صح أنه يطلع للأمام لما يطلع سفج تخيل مين اللي يغطي أحيانا مالكم اي أنا قول لك الأدوار اللي يقوم فيها ومن الأدوار أنه هذا اللاعب في أي مكان في الثلث الهجومي يحاول أن يعطي مية بالمية في مباراة الدوري ضد الاتحاد خلف المهاجم اللي بعده جناح أيمن مع الرياض جناح أيسر يقدم كل ما عنده هذا اللاعب أفضل صفقتين وانت الموضوع أطلع اللي بعده اللي بعده الاتحاد والخدود بس منصة إحسان يا سلام الرابط الأول هنم قبلين على شهر الخير الله يبلغنا إن شاء الله شهر ما قلتها في البداية في الشهر الخير إن شاء الله فنطلب منكم الله يسعدكم الرابط الأول ادخلوا وتبرعوا بأي حالة سواء سجين سواء طعام مسكين سواء لو برياض جزعك الله شاركونا الأجر عبد الرحمن الاتحاد والرياض وش عنوان المباراة الاتحاد والخدود قصدك الاتحاد والخدود الاتحاد والخدود أنا أشوف عنوانها لا في دكة لالاتحاد وغير كذا شباب الاتحاد شباب الاتحاد شباب الاتحاد والشباب قضيتهم إعطائهم الفرصة عند المدرب والشجاعة لكن هل المدرب قياردو يعني تحس أنه غامر لما يعني ريح الكم الكبير من اللاعبين ما ريح مصابين مصابين موافية ريح يا حبيب قلبي أنت ماشي أنا قاعد تقول عبد الرحمن آخ 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 يا عاصم أنت شفيك عبد الرحمن آخ يا عاصم آخ دعنا نتكلم عن المباراة يا عبد الرحمن معقول بروف الاتحاد لهذه الدرجة ما بروف الاتحاد أنا أتمنى أنه أحد يحقق في وضع الاتحاد مو معقول هذا النادي كده يصير فيه لا عب يطلع العيادة تحسنها بطانة مقاضي رمضان يعني معقول عاصم يا صابات عيادة نادي الاتحاد مقاضي رمضان واحد داخل واحد طالع واحد داخل والله صحيح أنا ما بطقتك فعلا يعني واحد داخل واحد طالع واحد كأننا سلم واستلم خلنا نتكلم عن المباراة الاتحاد مقاضي رمضان بس قبل أن نبدأ كيف فاز الهلال وكيف فاز الاتحاد وكيف فاز الرايد دافع بالاشتراك وهاجم باللايك وتحول بالشير درحمن هذه الحلقة قلبها شوالية فأنت عاد الجمهور منه فينا يا سلام طيب الاتحاد والاتحاد والاخدود خلنا نقول الاتحاد قدم من أفضل الأشواط خلنا نقول عطفا على ظروفه لما يمر الاتحاد بظروف شوط الأول ممتاز كالشوط الثاني بس أنا آسم في ظل هالأسماء تماما لينحترمها ونقدرها وأدت صلاحة في الملعب وفي ظل تكتل الاخدود الدفاعي الاتحاد يكسب يكسب أوكي بس الاتحاد كسب من شوط الثاني كان سيئ فيه الاتحاد في الشوط الأول كان ممتاز في عملية تشريع الكورة من ثلثل في عملية خلنا نقول أنه اللاعبين الفرديين كانوا ممتازين واللاعب اللي بس كان عنده ببعض الأشياء الاستفهام خلنا نقول الشمراني اللي استبدل اللي استبدل ودخل من اللعب غامضي؟ روما روما فرح الشمراني الاخدود في المباراة كوقوف في الشوط الأول ما كان كويش لأن الاتحاد كان ممتاز في نقل الكورة من ثلثل التدرج خاصة في الطرف الأيمن الكورة اللامركزية أيضا من الثلثل الهجومي لانه فيه لامركزية مرة تحصل صالح مرة تحصل مروان الصحفي مرة تحصل فرحة على الطرف الاتحاد ممتاز في كل شيء الاخدود يطلع من الشوط الأول الواحد صفر مباراة جيدة الشوط الثاني الاخدود وش نقاط قوته توامبا وكرة رمية التماس نكسب الكورة الثانية وسعد وحمد المنصور هي نقاط قوة الاخدود دائما حمد المنصور نقطة قوة والذات على الورق ظهير الاخدود في المباراة اللعب المحور الثالث تم تفريغه من العملية الدفاعية في الوظوف في الشوط الثاني لأن الاتحاد لما تشوفه في الملعب في الشوط الثاني يطلع نصف كتلتين كتلة جالسة وكتلة هاجم أربع يطلع يا شباب خمس لاعبين هاجموا وحنا بنجلس هنا فتشوف المباراة يعني خلنا نقول مسرحية ما فيها تكتيك فالمدرب الاخدود تطلع لاعب وقال خلنا نقلبها مسرحية وفتشوف الاخدود يطلع بثلاث لاعبين على ثلاث لاعبين ثم أن الاتحاد يطلع على أربع لاعبين بس في شيء شدني بالمباراة جميع أهداف نادر الاتحاد بادية من الجهة اليسرى يعني عرضية من الجهة اليسرى منطقة الجزاء هدف الاتحاد مدلا عليها أفضل شيء أنه يلعب كظهير ايسر عنده انتاجيه سبحان الله انه يلعب كظهير ايسر يا أخي عاصم شيء غريب يا أخي كان لأظهير أيمن وما كان يعطيه بس لما جاء ظهير ايسر في انتاجيه أنه يلعب كظهير ايسر الأخدود فريق خلنا نقول الشوط الثاني وقع في الفخ الفخ اللي وضعه الاتحاد انه حنا قلبنا مباراة اسمين كتلتين هو قلبها بعد كتلتين بس انه كتلتين ضد كتلتين بس سيفينا يفيه حلول فردية يعني يتلاحظ جوتا ومد الله عليان جوتا واللاعب كيف سجل هذه أخذها مخاطرة الأخدود لو استمر بالتنظيم ممكن انه يطلع بواحد واحد بس انه جازف وطمع وهذه قضية مخاطرة طرال المعلومية الأخدود أضعف هجوم فالمدرب نادل اتحاد قياردو وقع ايضا في فخ انه كان يبغى يطلع من المباراة بنتيجة واحد صف لتحاحظ الاتحاد بعد ما سجل الهدف يبغى يمسك رتم المباراة ما يقدر يبغى يمسك رتمه بس ما يقدر تلاحظ انه عشان كده يبغى يطلع بأكبر كأقل كم من اللاعبين في العملية الهجومية ولا في تسريع للريتم بس لاحظ انه الأخدود يمسجل جمهور الاتحاد يدفع الفريق نحن لازم نقول انه انه مرات الفريق مش كويس بس طاقة لللاعبين لما يجيهم جمهور بهذا الحجم علشان كده أنا قلت انه خصوصا مباراة علاوة اتحاد الجاية حيكون اللاعب رقم واحد جمهور نادر الاتحاد اكيد الناس ليش منتظرين الناس الحين ليش منتظرين كلاسيكو والهلال فايس 2-0 والهلال اقوى من الاتحاد بسبب جمهور الاتحاد واللي بيخلي المباراة منتعة وان الجوهرة بيعبل ملعاب ممكن انه هذه النشوة عند اللاعبين ممكن انه فريق يفوز على فريق بسبب الجمهور يعني حين قياردو ايو كيد حين قياردو يقول انه لسه ما حسن شي لو ما عنده جمهور الاتحاد ما يقول هات تصريه لو ما عنده هذا الجمهور ما يقول اتحداك يقول هات تصريه لان الجمهور يدفع اللاعبين يعني المدرب يغير اسلوب المباراة بناء على دفع الجمهور لللاعبين فتلاحظ الاتحاد كان وصرع شوي لعملية الرتم وطلع شوي وسجل خلاص ألف مبروك النادي الاتحاد والنادي الاتحاد الآن يقفز للترتيب الرابع وينتظر تعثر التعاون غدا مبراء ايجابية عطفا على ظروف والاتحاد مية بالمية مبراء عظيمة قبل الفلاسيكو والظروف وترتيب الدوري مبراء ست نقاط بالنسبة للاتحاد سؤال الحلقة سؤال واحد هل حسن الدوري ولا لا الله خالص هل حسن الدوري ولا لا 12 نقطة وسؤال للنصر سؤال للنصر النصر ضد العين من أفضل رباعي من أفضل خمس أجانب يلعبون والهلال والاتحاد هل نسأل هذا السؤال لأنها مباراة بين الفريقين الهلال أنا في ناس تقول دخل ما شي ضد الاتحاد بتصير مباراة مفتوحة ولا يعب تتفقون أنا بسأل سؤال للنصراوي مع إقالة كاسترا في هذا التوقيت ولا لا لا يا عبد الرحمان من جدي كانت العين ضد مع الإقالة في هذا التوقيت ولا لا هو أصلا أنا أعطيك إياها مباراة العين مصير الكاسترو لو يخسر أو يضع حيقال أنه خلاص خسر الآسيا وخسر الدول تقريبا خلاص يعني عندك كاستر الملك والسوء أكيد يعطيك ألف عافية شكرا لكم وآسفين على الإطالة يعطيكم ألف عافية وشكرا وسمحونا على أكسر سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي واتوب إليك السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر